بدأت بقى تخش بدأت الكرة ما بقيتش تبازل أول أصلا فيش جمهور وما فيش الكلام اللي احنا متربين عليه ده أصلا الصناعة نفسها تأثرت بالزبط الاندية التانية بقى لا ما بتتأس ان انت لعيب كويس أو لا يعني لما أنا مشيت من الأهلي مثلا في 2014 الكرة في النادي الأهلي غير الكرة في أي نادي تاني انت أخر حاجة بتأس فيها مستوىك الفني زي ما بقولك انت علاقتك ايه كويسة بالإدارة بمدير الكرة بعض مجلس إدارة هي بتبقى ماشي الوكيل الوكيل الأهم واحد في المنظومة دلوقتي الوكيل ممكن يجيب لعيب قاعد في البيت بقى له سنتين يوديل حتة الفلانية ولعيب تاني بيلعب في الحتة الفلانية لأ عشان ما رحش مع الوكيل ده فأنت عندك في المنظومة أصلا خلل كبير فهل اللي يعني أنا أتمنى ان كابتن أنا بريده لأن كابتن أنا بريده ملم بالحاجات لاتحاد الكرة ملم ملم وعارف انت مش واحد جديد لسه داخل فبتستكشف لأنت عارف كل المشاكل والخبال اللي بقى موجودة في الكرة المصرية فهتيجي تغيرها هتلاقي الناس كلها في ظهرك هتيجي تعمل نفس الشغل هتلاقي الناس كلها ضدك فأكيد ده أنا عارف المهندس هانا بريده ملمه وخبروته كبيرة جدا فأتمنى ان هو يشتغل على الحتة دي لأن الكرة مصرية تستحقق أكتر من كده بكتير احنا بنتأخر احنا البلد الوحيدة اللي في أفريكا عمالين تأخر كل أفريكا بتتطور لكرة مصرية عمالين